اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين يحظى باهتمام مستمر من خلال رفضه بأفضل الممارسات والكفاءات والخبرات والعلوم الحديثة نعم أشار السموه إلى أن الاستثمار في الكوادر الوطنية العاملة في المجال الطبي وتعزيز مستوياتهم هي إحدى الأولويات المستمرة ويتم توفير مختلف الإمكانات والموارد التي تسهم في تعزيز القطاع الصحي من أجل تحريق الأهداف المنشودة منه بما ينعكس إجابا على صحة المواطنين والمقمين ويحقق المزيد من النجاحات الداعمة لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل ومعالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين البروفيسور كاثل كيلي نائب رئيس الجامعة والرئيس التنفيذ للكلية الملكية للجراحين في إرلندا دابن حيث أشار سموه إلى دور الكلية الملكية للجراحين جامعة البحرين الطبية في تعزيز مخرجات التعليم العالي بالحقل الطبي طوال عشرين عاما والتي أسهمت في رفض القطاع الصحي بالخبرات والكوادر الطبية المؤهلة بما يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصحي معربا سموه عن تمنياته للكلية مواصلة تحقيق النجاحات التي ينعكس أثرها على تطور المسيرة التعليمية والعملية بالمجال الطبي ويسهم في ازدهار ونماء القطاع الصحي بالمملكة من جانبه أعرب نائب رئيس الجامعة الرئيس التنفيذي للكلية الملكية للجراحين في إرلندا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وله العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام بدعم تطور القطاع الصحي على الصعيدين التعليمي والعملي متمنيا لمملكة البحرين دوام التوفيق والنجاح